ثمن وزير المياه والرأي الدكتور حازم الناصر خلال تفقده مديرية المختبرات المركزية والنوعية بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس توفيق الحباشنة ومساعد الأمير العام لشؤون المختبرات وعدد من كبار مسؤولي قطاع المياه بمناسبة استلام أجهزة متطورة حديثة بقيمة تزيد على 2.5 مليون دين عراء وبيّن الناصر أن الوزارة تسعى على الدوام لتطوير أدائها والارتقاء بمنجزاتها خدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة وبالتالي فإن الأجهزة المتطورة الحديثة تعد إنجازا فريدا لتأكد من سلامة ونوعية المياه والكشف عن كافة الملوثات الكيميائية والإشعاعية والجرثومية مختبرات المركزية وشؤون نوعية لقطاع المياه تعتبر القلب النابض لقطاع المياه وهي من الأهمية بمكان يكونها تمس حياة وصحة المواطن على مدار الساعة زيارتنا اليوم للمختبرات المركزية هي بدرجة الأولى لتهنئة القائمين على هذه المختبرات بما وصلت إليه المختبرات المركزية لسلطة المياه من كفاءة عالية وتقدم تكنولوجي كبير وكان آخرها تقرير لهيئة الاعتماد البريطاني الذي أشادها بالمستوى الكبير والمتقدم لهذه المختبرات هذا التقرير الذي أصدرته هذه المؤسسة الدولية يعتبر شهادة كفاءة وشهادة خبرة لهذه المختبرات وأقل نظير هذه الشهادة على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي المهندسة سوزان الكيلاني أوضحت أن هذا الإنجاز يأتي ثامرة جهود العمل بروح الفريق الواحد ويساهم مساهمة فاعلة في تلبية الأهداف الاستراتيجية لسلطة المياه في سبيل تحسين معايير الصحة العامة اليوم شرفنا معالي الوزير وعطوفة الأمين العام شرفونا بافتتاح الأجهزة التحليلية اللي جبناها جديد ورجناهم إياها وقلنا لهم بهاي الأجهزة الجديدة إحنا رح نرتفع بشكل يعني سيجنفيكانت منسميها بشكل أنه نقلنا إلى مصافي المختبرات العالمية بحيث أنه إحنا امتلكنا أجهزة هذا العام مش موجودة أبدا في هذا الإقليم أو حتى مرات في بعض الدول المتقدمة بيبع فيها ما نسميها بالإندوكراين ديسرابترز اللي هي بتخلينا نشوف طيف واسع من الملوثات التي قد تتواجد في المياه مياه العادمة بشكل خاص وكيف ممكن أن نتحرى قبل ما تنتقل إلى السلسلة الغذائية مثلا المهندسة رندة تفاحة مساعدة مدير المختبرات أكدت على الحرص الشديد على الاعتماد والوصول إلى أعلى درجات الجودة والتحسين المستمر سواء من قبل الإدارة العليا أو الموظفين أنفسهم نحن كون مختبر مركزي لسلطة المياه وبيخدم المملكة الأردنية الهاشمية نسعى دائما للتطوير وإدخال تكنولوجيا عالية وأجهزة متطورة جدا لتغطية متطلبات المواصفات المحلية وعالمية وصلنا نحن لمستوى أن نقدر نغطي كل المتطلبات ونعمل كشف ونتحقق من نوعية المياه بشكل عميق نتأكد أن المياه صالحة للشرب من ضمن الأجهزة المتطورة عندنا جهاز عدد وتصنيف أنواع البكتيريا اللي هو جهاز الفايتك فنحن إذا صار في تلوث للمصدر المائي نقدر نحدد نوع البكتيريا لهذا التلوث ويشار إلى أن المختبرات تتابع مشاريع بحثية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الجمعية العربية لمرافق المياه أكوى وتدريب طلبة الجامعات محليا وأقليميا كونه مركز التدريب الأقليمي معتمد من الوكالة الدولية ومنظمة الصحة العالمية حازم السردي الحقيقة الدولية ترجمة نانسي قنقر